بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله هنتحدث الآن عن التدخل التربوي والعلاجي للأسخاص والمضطربين سلوكي طبعا عندنا أربع برضو اتجاهات في التدخل العلاجي والتربوي واجئين للأربع الاتجاهات اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده في تفسير الترباط السلوك أولا تكنيكات التدخل البيوفيزيائي اثنين تكنيكات التدخل الدينامي ثلاثة خاصة بالتدخل السلوكي وأخيرا التدخل البيئ طيب لو جينا نتحدث عن أولا وهي خاصة بالتدخل البيوفيزيائي طبعا بينقسم الى جزئين الجزء الأول وهو خاص بالتعامل المباشر مع طفل من الناحية الجسمية والجزء التاني ده أولا التعامل مع طفل من الناحية الجسمية ده أولا بالنسبة لنا اثنين التعامل مع بيئة الطفل طيب أولا بالنسبة للتعامل مع الطفل من الناحية الجسمية هنلاق عندنا على طول بنتحدث عن العلاج الفيسيولوجي المباشر طيب العلاج الفيسيولوجي المباشر ده بيشمل إيه؟ بيشمل العلاج بالأدوية رقم واحد اتنين العلاج بالفيتامينز بالفيتامينات تلاتة العلاج بالتخزي أما بالنسبة لرقم اتنين وهو التعامل مع بيئة الطفل وده بيرجع للمعلم بعد الشي هنلاقي ان احنا عندنا تدخل بيئي وتدريبي وبيشمل التدريب على الإدراك الحرك إعادة تنظيم البيئة خاصة بالطفل نفسه نعيد تنظيمه وفي الآخر ان احنا ممكن نستخدم التخزيه الرجعة البيولوجي طيب بعد كده ننتقل إلى العلاج الدينامي طيب العلاج الدينامي بنقسم إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول منها هو العلاج البيئي الجزء الثاني هو العلاج المعرفي الجزء الثالث وهو العلاج الانفعالي الجزء الثالث هو العلاج إيه؟ الانفعال طيب العلاج الانفعالي بيتم من خلال تطوير علاقات إيجابية مع الطفل إن احنا دايما نحسب بإننا اتجاهاتنا إيجابية ناحية الطفل طيب نبدأ من الأول العلاج البيئي طيب العلاج البيئي تكييف البيئة لكي تلاقم حاجات الطفل نعميل التفاعل الإيجابي ده برضو نقطة من النقطة المهمة اللي احنا اتكلمنا عليها كمان عندنا المجال المعرفي طب المجال المعرفي بيهتم باستخدام مناهج خاصة بزاوة عبات السلوك هناك تتناسب معاهم ما تكونش عالى من مستواهم الأكاديمي كمان عندنا استخدام كتب خاصة بهم برضو وهكذا المجال الفعال اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده ودايما نقول الاتجاهات الإيجابية أو تطوير العلاقات الإيجابية من الأشياء المهمة جدا بالنسبة لنا في هذا المجال